اشتركوا في القناة الموكب المميوات الملكية مشيدا سيادته بالدعم المستمر الذي تقدمه منظمة اليونسكو دوليا وإقلاميا لقطاعات التعليم والثقافة والعلوم فضلا عن جهودها في تعزيز وحماية الآثار والتراث في مصر وحول العالم كما أكد السيد الرئيس الأهمية التي توليها الدولة تجاه تعزيز علاقات التعاون مع منظمة اليونسكو امتدادا للشراكة الممتدة بين الجانبين العقود والتعرف على الجهود المصرية الواسعة التي بذلت على مدار السنوات الماضية لإحداث نقلة نوعية كبيرة في إبراز والحفاظ على التراث والحضارة المصرية الغنية وذلك من خلال عدة محاور شملت تطوير المتاحف وإنشاء سلسلة جديدة منها في أنحاء الجمهورية لعرض أكبر قدر ممكن من الآثار المصرية وكذلك استعادت كفاءة المقاصد والمواقع الأسرية بالإضافة إلى تطوير الشق التشرعي الحاكم والمنظم لقطاع الأسار في مصر وذلك من أجل حماية الأسار المصرية وتقديمها للمصريين وشعوب العالم والإنسانية بأكملها في أبهى صورة طليق بعظمة الحضارة المصرية كما أكد سيد الرئيس أن خطوات الدولة التنفيذية في هذا السياق انتهجت مسارا متزنا ما بين جهود التنمية والتطوير والحفاظ على قيمة وسلامة المواقع الأسرية الفريدة بما فيها تطوير كافة المناطق التاريخية في القاهرة لتصبح عاصمة مصر بمثابة متحف مفتوح يعكس عرقة الحضارات المصرية القديمة والمعاصرة من جانبها عربت السيدة أزولاي عن تشرفها بلقاء السيد الرئيس مؤكدة تقديرها للعرض العالمي لموكب المميوات الملكية والذي مسل رسالة للعالم أجمع قدمت التراث الأسرية المصري على مدار العصور المختلفة كما جسد الحدث الجهد والدعم الكبير الذي تقدم الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس للحفاظ على تراث مصر الثقافي والأسري وتقديمه للبشرية باعتباره جزءا أصيلا من التراث العالمي ومنارة حضرية للعالم أجمع كما أربت مدير عام اليونسكو عن تطلع المنظمة لاستمرار وتطوير تعاونها مع مصر امتدادا لتاريخ تعاون الوثيق بين الجانبين خاصة في مجال إنقاذ الأثار المصرية بمنطقة النوبة منتصف القرن الماضي والذي مسل نموذجا للتعاون يعتز به اليونسكو كتجربة فريدة في تاريخ عمل ونشاط المنظمة أضف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض أفاق التعاون الحالية والمستقبلية بين الجانبين خاصة في مجالي التعليم والعلوم إلى جانب سبل تعزيز دور مكتب اليونسكو في القاهرة فضلا عن دعم الجهود المصرية الحالية لتحقيق الاستغلال الأمثل لتراسيها الثقافي والتاريخي خاصة من خلال المشروعات العملاقة التي تتم وفق أرقى المعايير الإنشائية والهندسية لسيما تطوير القاهرة التاريخية وكذا إنشاء المتحف المختلفة على رأسها المتحف المصري الكبير كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد معيت وزير المالية وسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وذلك بحضور اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية الاجتماع تناول متابعة الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل الحكومة لتطوير قطعي صناعة الأسمنت والحديد والصلب وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في جهود تحقيق توطين الصناعة وكذلك توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية السقيلة وفي مقدمتها صناعة الأسمنت والحديد والصلب وذلك لدورهم الهم في النهوض بالاقتصاد القومي باعتبارهما من المكونات الأساسية التي تدخل في عملية التنمية غير المسبوقة التي تتم في جامع القطاعات وعلى كامل رقعة الجمهورية خاصة ما يتعلق بالمجتمعات العمرانية والسكانية والمدن الجديدة وما يتصل بها من بنية الأساسية وطرق ومحاور أوضح المتحدث الرسمي أنه تم عرض أبرز التحديات التي تواجه قطع الأسمنت والحديد والصلب في مصر لا سيما ما يتعلق بالطاقة الانتاجية وهيكل تكاليف الانتاج والتصويق فضلا عن عدد من المحاور التنفيذية وأليات التحرك المطروحة للتغلب على تلك التحديات وذلك من خلال اعتماد سياسة صناعية متكاملة الأبعاد تضمن تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنفسية والتغلب على المعوقات اللوجستية ذات الصلة وتوفير البنية الأساسية اللازمة اشتركوا في القناة